تمكنت القوات الامنية من تحييد ارهابيين اثنين احدهما يرتدي حزاما ناسفا بكمين محكم غرباء محافظة كاركوك واشرف قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كاركوك الفريق الركن علي الفريجي على العملية التي نفذتها قوات الفرقة الالية سرطة اتحادية واصدر الفريجي اوامر فورية بتكريم قوات الكمين الذي قتل الارهابيين مؤكدا ان قيادة المقر المتقدم ستواصل استياد جردان الدواعش لطبقى كاركوك امينة اشتركوا في القناة